اشتركوا في القناة نلتقي مجددا ومع درس جديد في دروس قواعد اللغة العربية الخاصة بقسم السنة الرابعة متوسط بإذن الله اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن تقديم المبتدأ جوازا تحدثنا في الحلقة الماضية عن تقديم المبتدأ وجوبا طبعا وكل الحلقات التي ترونها هي موجودة على شبكة الأنترنت الجملة البسيطة والمركبة والواقعة مفعولا به هو الواقعة حالا وتقديم المبتدأ وجوبا وأيضا يوجد تسجيلات أخرى في تسجيل واحد في البلاغة وفي عراب الجملة الإسمية وفي سيرة النبوية وإن شاء الله في قادم الأيام سنبدأ مشاريع أخرى بالنسبة لسنوات أخرى إذن اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن تقديم المبتدأ وجوبا أو عفوا تقديم المبتدأ جوازا ولما نقول تقديم المبتدأ جوازا أيضا تقديم الخبر جوازا لأنه إذا قلت أقدم المبتدأ جوازا معناه يجوز لك أن تأخره وإذا ما أخرت المبتدأ فإنك تقدم الخبر إذن تقديم الخبر أو تأخيره هذا باب الجواز إذن يجوز تقديم الخبر على المبتدأ والعكس صحيح يجوز تقديم الخبر لأننا يقول يجوز وليس واجبا وليس فرضا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ ويجوز تأخيره في الحالات التالية أولا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة وركزوا معي لأن كل الحالة سيكون فيها الخبر شبه جملة كل الحالات التي يجوز فيها تقديم الخبر أو تأخيره على المبتدأ يكون فيها الخبر شبه جملة دائما إذن إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة في الحقيقة المبتدأ إذا كان معرفة من حقه التقديم من حقه التقديم والنكرة من حقه التأخير هذا أمر يعني معروف لكن في هذه الحالة إذا كان الخبر شبه جملة فإنه يجوز تأخير المبتدأ وتقديم الخبر إذن إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة كما تلاحظون في هذا المثال المعروف في التأني السلامة إذن في حرف الجر والتأني اسم مجرور بفي وعلامة الجر هي الكسرة المقدرة على آخر منع من ظهورها الثقة إذن وشبه الجملة في التأني في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ السلام ويجوز عكس الجملة فنقول السلامة في التأني إذن السلامة مبتدأ مرفوع على مترفعه ضمة الظاهرة على آخره وفي حرف الجر والتأني اسم مجرور بفي وعلامة الجر هي الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وشبه الجملة في التأني في محل رفع خبر للمبتدأ السلامة إذن هذا هو أو هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان الخبر شبه جملة أيضا والمبتدأ موصوف أو مضاف إذن هذه الحالة الثلاثة يمكن اختصارها في أمر ما وهي إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة أو موصوف أو مضاف لاحظ مع المثال في هذا الكتاب موضوع قيم في هذا الكتاب طبعا جار ومجرور وموضوع هو المبتدأ موضوع هو المبتدأ تلاحظ أنه هنا موصوف لأن قيم صفة له موضوع والصفة طبعا تتبع عن موصوف كما تلاحظون إذن في هذا الكتاب هو الخبر شبه جملة مقدم جوازا وموضوع هو المبتدأ وقيم هو صفة إذن المبتدأ جاء موصوفا ولذلك جاز تقديم الخبر كما أنه يجوز تأخيره كما تلاحظون في المثال عندما قدمنا المبتدأ هنا نقول موضوع قيم في هذا الكتاب لماذا هنا جاز تقديم المبتدأ لأنه موصوف إذا كان غير موصوف أو غير مضاف أو غير مسبوق كما سأنا في الأمثلة القادمة سأنا إن شاء الله إذا كان المبتدأ غير موصوف أو غير معرف أو غير مضاف فإنه يبقى نكرة وحق النكرة التأخير فإن المبتدأ سيؤخر إلا إذا كان معرفة أو موصوفا أو مضافا فإنه يجوز تقديمه وتأخيره إذا تلاحظون موضوع قيم في هذا الكتاب ما هو سبب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر أو العكس تقديم الخبر وتأخير المبتدأ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ موصوف الأمر نفسه نقوله هنا أمام البيت طبعا شبه جملة أمام البيت شبه جملة سيارة سيارة هي المبتدأ يجوز أن نقدبه كما تلاحظون هنا ويجوز أن نؤخره إذا المبتدأ هنا مؤخر جوازا وليس وجوبا لماذا؟ لأنه مضاف إذن سيارة مضاف وأجرتي مضاف إليه إذن يجوز تقديم الخبر وتأخيره إذا كان مبتدأه موصوفا في المثال الأول ومضافا في المثال الثاني في الحالة الثالثة إذا كان المبتدأ نكرا إذن في الحالات الثلاثة التي مرت كان المبتدأ كان الخبر شبه جملة والمبتدأ إما معرفة وإما موصوف وإما مضاف في هذه الحالة الثالثة المبتدأ نكرا وقلنا أن الناكرا حقه التأخير الناكرة إذا كان المبتدأ نكرا حقه التأخير ويجب تقديم الخبر إذا كان شبه جملة لكن في هذه الحالة الناكرا مسبوقة إذن مسبوقة بنفي أو استفام لما كان المبتدأ والخبر شبه جملة مسبوقة بنفي أو استفام هنا يجوز تقديم الخبر ويجوز تأخيره لما نقول يجوز تقديم الخبر معناها تأخير المبتدأ ولما نقول تقديم الخبر معنتها تأخير الخبر معنتها تقديم المبتدأ يعني يجوز أن يكون الخبر أولا أو ثانيا ويجوز أن يكون المبتدأ أولا أو ثانيا الأمثلة تبيلنا الأمر جيدا لاحظوا مثال النفي ما في الدار أحد تلاحظون في الدار هي شبه جملة في حرف جر والدار اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره وشبه الجملة في الدار وشبه الجملة في الدار في محل رفع خبر أحد تلاحظون أنه مبتدأ ناكرة مبتدأ ناكرة لكن يجوز تقديمه أحد في الدار أحد في الدار بشرط أن يكون إذا كان الخبر متقدما فإن النفي يكون أمام الخبر وإذا أخرنا الخبر فإن النفي يكون أمام المبتدأ ما في الدار أحد ما أحد في الدار هذه صحيحة وهذه صحيحة إذن هنا قدمنا الخبر لأنه مسبوق بنفي وهنا قدمنا المبتدأ لأنه مسبوق بنفي إذن يجوز تقديم الخبر ويجوز تأخيره كما في المثال أيضا إذا كان هذا الخبر شبه جملة ومسبوق باستفام تلاحظون هنا حرف استفام حرف استفام ألف حرف استفام لا محل له من العراب ومع جار حرف جر ولفظ الجلالة في محل جر اسم مجرور اسم مجرور بمعه وعلم جره كسرة ضائرة على آخر وشبه الجملة مع الله في محل شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازا إله مبتدأ مرفوع على مطربحه ضمة ضائرة على آخر هنا يجوز قلب الجملة فيكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا آ حرف طبعا هذه آية آية كريمة آ حرف استفام وإله المبتدأ ومع الله شبه جملة في محل رفع خبر مؤخر جوازا إذن تلاحظون أمع الله إله وأإله مع الله طبعا يمكن كما أشير في كل مرة وقف التسجيل أو إعادة التسجيل من أجل الفهم جيدا رابحة إذا كان المبتدأ أيضا ناكرة تفيد التنويع والخبر شبه جملة إذن دائما 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 الخبر شبه جملة عند تقديم الخبر أو تأخره جوازا لا بد أن يكون هذا الخبر شبه جملة إذن هي ناكرة ولكنها تفيد التنويع لو كانت ناكرة فقط لا يجوز تقديمها ويجب تأخرها لكن بما أنها ناكرة تفيد التنويع مثلا المثال للمحصني ثواب إذن للمحصني شبه جملة وثواب مبتدأ وللمسيء عقاب إذن تفيد التنويع ما هو التنويع هنا؟ الثواب والعقاب لاحظ نصلي قول ثواب للمحصني وعقاب للمسيء إذن هذه الحالات الأربع وعند التأمل في هذا الاستنتاج الأول إن شاء الله هذا الاستنتاج سيكون فيه أمثلة وسأقدم لكم استنتاجا آخرا مختصرا يمكن حفظه والله صدقوني هو سهل جدا إذن يجوز تقديم الخبر على المبتدأ والعكس صحيح إذا كان الخبر شبه جملة لماذا أقول العكس صحيح؟ لما أقول تقديم الخبر على المبتدأ أيضا تقديم المبتدأ على الخبر في هذه الشروط نفسها إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ موصوف أو معرفة أو مضاف إذن إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ موصوف أو مضاف أو معرفة هذه الحالة الأولى إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ موصوف أو مضاف أو معرفة كما تلاحظون في هذا الأمثل موصوف في الكتاب موضوع قيم إذن موضوع مبتدأ لماذا يجوز تقديمه وتأخره؟ لأنه موصوف بالصفة قيم أيضا سيارة مبتدأ لماذا يجوز تقديمها أو تأخرها كمبتدأ لأنها مضافة وأجرى مضاف إليه أيضا السلامة هنا مبتدأ لماذا يجوز تقديمه وتأخيره لأنه معرف الحالة الثانية إذا كان المبتدأ ناكرة إذا الحالة الأولى فيها ثلاث أقسام يكون المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة الآن العكس يكون المبتدأ ناكرة وشبه الجملة خبر أيضا لكن الخبر شبه جملة مسبوق بنفي أو استفان كما في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل ما في الدار أحد في الدار شبه جملة مسبوق بنفي ولذلك يجوز تأخير الخبر ويجوز تقديمه كما نقل بجملة ويقول آم مع الله إلا إذن مع الله شبه جملة وإله مبتدأ مع الله شبه جملة خبر وإله مبتدأ الاستنتاج ثالثا عفوا إذا كان المبتدأ ناكرة تفيد التنويع والخبر شبه جملة إذن مع الاستنتاج المختصر الذي يمكن حفظه للمراجعة يجوز تقديم الخبر على المبتدأ والعكس صحيح دائما إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة أو موصوف أو مضاف يجوز تقديم الخبر على المبتدأ والعكس يجوز تقديم المبتدأ على الخبر والخبر على المبتدأ جوازا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة أو موصوف أو مضاف يعني المبتدأ معرفة أو المبتدأ موصوف أو المبتدأ مضاف ثانيا إذا كان المبتدأ ناكرة هذه المرة والخبر شبه جملة مسبوق بنفي أو استفهام وأيضا إذا كان المبتدأ ناكرة ويفيد التنويع والخبر شبه جملة إذن يمكن حفظ هذا الاستنتاج وضرب الأمثلة وقراءة بعض التطبيقات الإعرابية كما سأسجل إن شاء الله بإن الله بعض التطبيقات الإعرابية بخصوص لتلميذ السنة الرابعة إن شاء الله وللسنة والسنوات الأخرى إن شاء الله إذن يمكن استظهار وحفظ هذا الاستنتاج والأمر سهل في التسجيلات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف أتكلم عن دروس سنة الرابعة الأخرى الجملة الواقعة نعتا وجملة جواب الشرط والصنة الموصول والإسم الموصول وكل دروس السنة الرابعة بإذن الله سبحانه وتعالى فإلى ذلك الحين كان معكم الأستاذ عبد الحميد وإلى لقاء قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر